الكلمة بقى الجاية بوجهها إلى الأستاذ علي منصور كيالي لكن قبل ما أقول للأستاذ علي منصور كيالي كلمة بخصوص هذا الشأن وبخصوص علم السمات والأرض عايز أقول الجمهور موقف فيما يتعلق بهذا الرجل يبين أن الرجل ده في منتهى التواضع في منتهى الاحترام الأستاذ علي منصور كيالي سنة 2014 كان عندنا دورة في الإمارات وكان هو ضيف مشارك معايا في نفس المحاضرة دي أو الدورة دي فدي كانت فرصة ممتازة أن احنا نتقابل ونعد نتكلم شوي المهم في تلك الدورة كان عندي كنت بشرح ساعتها في المحاضرة بتاعتي مدلولات الحروف القرآنية يعني معنى حرف السين والألف وألف لميم وتصميم وتلك الأمور فطلعت أشرح المحاضرة وكان الأستاذ علي منصور كيالي مع المنظمين كانوا في آخر مكان في القاعة اللي احنا فيه فأنا وقف بشرح مدلولات الحروف القرآنية وبأدلل عليها وبأكد عليها من خلال الآيات بعد ما بدأت أشرح بخامس دقائق تقريبا أنا طبعا لما بدأت أكون في محاضرة ميدانية بشرح وعناية دايما مع الأعادين بشوف هم بيعملوا إيه مركز ولا سرحان بيكتب ولا بأرى كل الأعادين بيعملوا إيه فكنت بشوف الأستاذ علي كيالي بيعمل إيه وانا بشرح أنا قاعد بشرح مدلولات الحروف وعناية على الكل وبشوفه وبتصرف ازاي بعد مرور تلت دقائق من بداية الشرح وبنظر إلى الجميع وبشوفه لقيته كان بيسارع إلى أنه يمسك وراء وقلم يعني في ثانية كده بيدور على وراء وقلم ومسك وراء وقلم وأنا مستمر في الشرح وهو قاعد يكتب المعلومات اللي كنت بقول يعني كان بيدون ما كنت أشرحه في المحاضرة خدوا بالكم مع فرق السن الكبير اللي بيني بعد المحاضرة لما خلصت تشرحه وخلاص نزلت جاء لي وسلم عليها وقال لي أنت كنت كده المحاضرة دي كانت تمام يعني زي الفل على طول في الموقف ده عرفت أن هذا الرجل لما سمع معلومة طلع ناقية بتدبر من القرآن وهو كمان رجل متدبر في القرآن يعني ما كسفش أنه هو يكتبها وأنه كمان يجي شكر فيها ويقول لي المعلومات دي كانت مهمة وكانت جميلة وكتبهم وما عادش قال بريستيجي قدام الناس مثلا لو شوفوني أعب أكتب وراه وهو من دور أولادي ولا بتأم مكانش الكلام ده الموقف ده من ساعتها عرفني أن هذا الشخص أو هذا الرجل من أكتر الأشخاص الذين لا يتكبروا على المعلومة ولا يتكبروا على الحق في المعلومة فأنا بالنسبة لي بعز الشخص ده جدا وبقدره لأن حصل موقف بينه وبينه الكلمة بقى اللي أنا عايز أوجهه له الوقتي أن الأستاذ علي منصور كيالي لا يتكبر على المعلومة طيب لماذا الآن دايما بيدافع عن الأرض الكروية مع أن القرآن اللي هو بيتدبر فيه لا يثبت أنها كروية أنا الوقتي بني وبينك إيه؟ بني وبينك القرآن زي ما في يوم الأيام كنت طالع أشرح الحروف باستدلالات قرآنية وأعجبت بيها وانبسطت منها الأرض الوقت اللي إحنا بتكلم عليها دي والكون اللي إحنا بتكلم عليه أنا بشرحه باستدلالات قرآنية نفس المبدأ يعني أنا مش طالع أشرح هنا بشكل وهنا بشكل هو نفس المبدأ ليه؟ تفضل وانت أستاذ جليل متدبر للقرآن فما ينفعش أن إحنا الاتنين يبقى متدبرين للقرآن وأنا بقول إنها مستقيمة وانت بتقول إنها كروية طب إحنا بإيه؟ إحنا بإننا أرضية مشتركة بإننا أرضية القرآن وطالما بدنا أرضية مشتركة يبقى لازم أمر زي ده ما ينفعش نختلف فيه ما ينفعش واحد يقول كذا والتاني يقول كذا يعني يا إما هي كده يا إما هي كده طيب أما وعن شغلي أنا مسكت الموضوع وبحثت فيه كاملا وطلعت كل الآيات اللي في القرآن وعملت فصول في الكتاب عن هذا الأمر أهو كتاب الأرض مسطحة والعقول مكورة علم السموات والأرض ما بينهم أنا حطيت شغلي في القرآن كله في الآيات دي ليه بقى لما الأستاذ علي الكيالي بيطلع يتكلم في الفيسبوك وفي وسائل الإعلام بياخد آية آيتين ويثبت بيها أنها كروية وهي الآيتين دول مش بيقولوا أنها كروية بالمناسبة لما هما بيستدلوا قولك يكوروا الليل على النهار هي دي الكلمة هي دي الآية اللي بيستدلوا به يكوروا الليل على النهار ويكوروا النهار على الليل استدلوا بها أن الأرض هي الكروية يعني المكتب مستوي فأنا بكور الورق عليه أنا عندي مكتب مستوي كده فأنا كورت الورق على المكتب لما أنا بكور الورق على المكتب دي معناه أن المكتب وسطح المكتب بقى سطح كروي ما هو يكور الليلة على النهار ويكور النهار على الليل غير الأرض وبعدين عايز تفهم يكور الليلة على النهار ويكور النهار على الليل شوف الآية بتاعت يولج الليلة في النهار ويولج النهار في الليل بيدخل الورق في بعضه يعني لما أنت بتكور الورق ويدخلها في بعضه يولج الليلة في النهار ويولج النهار في الليل يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل ملاش علاقة ان الارض كروية وبالتالي يا أستاذ علي منصور كيالي زي ما أنا شخصيا باكن لك كل التأدير والاحترام وشايفك من الناس الصادقة والناس المتوضعة جدا في هذا المجال واللي عمري أبدا ما الاحترام ده هيتغير جوايا نحيتك الجزئية بقى بتاعة الارض وعلوم الفضاء دي يجب عليك ويجب علينا جميعا ان احنا نطلب من الله الهداية فيها والتوفيق انك تشرح اللي في القرآن تقول اللي في القرآن نلتزم بلي في القرآن ما نعودش نأكد ونخلي نفسنا محاميين عن ناس كدبين يعني برضو أستاذ علي كيالي كدب أحاديث لرواة ليست موافقة للقرآن طب ما هو نفس الكلام كدب أولئك الكاذبون الدجلون اللي كلامهم مش موافقة للقرآن واحدة من اتنين يا إما نلتزم بالقرآن يا إما سيبك من القرآن خالص وخلينا بقى بتوع يعني في ناس عايشة معلوم الفضاء ودي حياتهم ما لهمش بقى علاقة بالقرآن إنما إن إحنا نعمل الوصل ما بين الاتنين على حساب القرآن ده ما ينفعش ده غلط فأتمنى من الكوادر العربية الكوادر الإسلامية اللي بتتكلم للناس زي الأستاذ علي الكيالي وزي الأستاذ عدنان إبراهيم وزي كتير من النماذج وخصوصا المتحدثين الحاليين اللي هم لسه في عصرنا الحديث مش الأدام اللي خلاص هم قاعدوا مبلطهم في التبريرات والتطبيق لعلوم الغرب أتمنى من أولئك اللي في زماننا الحديث إن هم يعملوا فرق واضح فيه فرق واضح ما بين الحق والباطل ما ينفعش الحق والباطل يبقى الاتنين كده دخلين في بعض القرآن اللي هو الحق والعلوم بتاعتهم اللي هي الباطل يبقى الاتنين كده منفدين على بعض ومؤكدين لبعض وزي الفول ما ينفعش ما ينفعش يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع جمهورنا فيما نبلغه عن كتاب الله اللي بقى مش عاجبه كتاب الله ومسدق الغرب ومسدق الصور والفوتوشوب والكلام ده ده بقى مشكلته مع نفسه إنه هو بيحب اللي يخدعه وبيحب اللي يضحك عليه ما بيشوفش عنية ما بيشوفش عنية بتشوف إيه في الحياة ده أنت لا تهديه يعني إحنا مش مطلوب مننا إن إحنا نهدي الناس وإحنا نقعد نجذب عليهم عشان نهديهم يعني مرة الأستاذ عدنان إبراهيم قال ما تقولوش لهم إنها مسطحة يا أخي هتنفرهم الدين لما يقولك ده هي قروية في العلوم والدين يقول إنها مستقيمة فيكفروا بالدين يعني هو الدين بقى هش للدرجة دي والقرآن بقى هش للدرجة دي عشان يتحط يبقى علوم الفضاء والأكاذب بتاعتهم أقوى من القرآن فالناس تقوم عتياه دهراه ما اللي عايز يكفر بربنا بيكفر واللي عايز يؤمن بيؤمن اللي عايز يؤمن بيؤمن غصبا عن أي حد واللي عايز يكفر بيكفر برضو غصبا عن أي حد إنك لا تهدي من أحببت دي دول كانوا كلمتين بوجههم إلى أستاذ عدنان إبراهيم وكلمة أخرى إلى أستاذ علي الكيالي أتمنى إن في زمننا الحالي نعمل طفرة في الوعي وطفرة في التفسير وطفرة في التدبر وما ينفعش إن من يتحدثون عن التدبر وعن التنوير وعن الوعي أن يكونوا وكلاء ومحامين عن دجالون أو دجالي أو دجالون هذا العصر تشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جاي اللي هنتكلم فيها أكتر عن الأرض والسماوات وما بينهما والأسرار العظيمة دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته